أنهت عناصر شبيبتي السورى أسبوعها الأول من التحضيرات خلال الشهر الفضيل ببرمجة لقائن تطبيقي بغية الإبقاء على الجهازية البدنية لللائبين بعد توقف البطولة لأكثر من أسبوعين المباراة التطبيقية هي دماغ 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 دماغة هي الهدف الاول هو تجاهد الواتيرة ورطز الكمبيتش ولكن يجب أن يحب المشكلة للمشكل في مواد. لأنه تضمن الأشخاص للتعب في المنزل. المباراة، ورغم أنها كانت تطبيقية، إلا أنها شاهدت صراعاً طاكتكياً وبدنياً بين اللاعبين. وهذا ما كان يحبس أنفاس التقم الفني خاصة بعد سقوط أي لائب، لا خافت تعرضه للإصابة. كانوا جديين في المباراة، كانوا ينفع جدياً بالدنياً، والحمد لله، لدينا مباراة تطبيقية وجزت على ما يرى. كان مكانش انبهد كونكورنس وحافزنا اللعابين بش يعني كل واحد يحاوس يمد الماكسيموم درنا دوز اكيبي كيليبري وخرجت اكشفت المستوى ما شاء الله وصافي بليزير هكذا سانو برميحنا يا باش غانا نهال الماتش تعلامسي ان شاء الله المولودية نديرو اللي جوار اللي راهم في احسن لياقة والاستعادة الانفاس والدخول جديا في التحضير لمباراة الاربعاء المقبل امام الضيف مولودية وهران منح الطاقم الفني للائبيه راحة اليوم على ان تستأنف التشكيلة تدريباتها غدا السبت